اشتركوا في القناة المثير والذي يقول بأن الحكومة المغربية يعني حكومة عزيز اخنوش سيتبرع على كل مواطن مغربي بمساعدة مالية 3700 درهم هذا الخبر خلال المواطنين المغاربة خصوصا المقهورين الدراوش اللي يتطحنوا بالزاف مع الغلاء وارتفاع او الارتفاع الفاحش في اسعار المواد الغذائية خلالهم يفرحوا بالزاف من بعد ما تخلطت لهم الامور او مضمون هذا المنشور مع وعود راشيد الطالب العالمي يعني رئيس المرلمان المغربي حاليا هو القيادي الكبير في حزب التجمع الوطني للأحرار واللي كان قال لهم شحال هذه في الحملة إلى ما اعطينا لكل مواطن مغربي مساعدة مادية دي الـ 2500 درهم ضربونا بالحجر الناس صدقوا هذا الخبر وقالوا بأن الحكومة دينا بغت تعطينا اكثر من دكش اللي وعداتنا به في الحملة الانتخابية ولكن وبعد وقت وجيز اتضح بأن هذا الخبر كان مجرد صراب ذاك الوهم الذي كان القدماء يحسبونه ماء في عز العطش والحرارة المفرطة في صحراء العرب مباشرة من بعد ما تم الترويج لهذا المنشور الكاذب على نطاق واسئ خرجت وزارة الاقتصاد والمالية على الفاور مباشرة وكذبت صحة المواطنية الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص منح وتخصيص مساعدة مالية مباشرة للمواطنين المغاربة وزارة الاقتصاد والمالية دارت بالاغ وقالت بأنه على اثر تداول رسالة مزيفة على منصة واتساب تنتحل هوية وزارة الاقتصاد والمالية وتحمل شعارها تفيد بقيام الحكومة بمنح مساعدات مباشرة بقيمة 3700 درهم للمواطنين المحتاجين وتدعوهم إلى التسجيل في موقع على شبكة الانترنت للاستفادة من هذا الدعم المالي الصحيح فإن وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد بأنه لا علاقة لها إطلاقا بهذه الرسالة وأنها لم تصدر بتاتا عن مصالحها المختصة كما تنفي وزارة المالية علاقتها بالموقع الإلكتروني المشار إليه في نص هذا الرسالة وصراحة صراحة أخوتي أول حاجة طاحت في هذا العطاية دياني هي لماذا هذه الحكومة ديانا ما تعطفش بس صحة على الشعب المغربي خصوصا تدروج منه وتقرر باش تخلي هذا الخبر الزائف حقيقة وتخلق السعادة الحقيقية خصوصا وأن المغاربة تدروا بزاف في شهر رمضان الكريم مع الغلاء الصاروخي ونحن أيضا مقبلون على عيد الفتر السعيد وكذلك عيد الأضحى المبارك البالغ التكذيبي ذي الوزارة المالية فتح نقاش كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب وخلى الناس المشمين تعلق بكثافة على بالغ الوزارة وهناك يقول أحد المواطنين ما المعروف بأن وزارة المالية تأخذ ولا تعطي وأن الحكومة تأخذ من جيوب المواطنين ولا تساعده إلا ناذرا أو مرغمة على مضض فكيف تفكر في المواطن البسيط المعهود بالزيادة والبطالة في منبرة آخر للرد بقوله شاط الخير على زعير مع احترامي أنا شخصيا لأهل زعير مثل احترامي لجميع أبناء هذا الوطن الحبيب هذا تعبير هذه المواطن وليزادكي يقول أيضا هذا مكلخي لبطالة هذا المنشور هذه الرسالة حتى أنا وصلتني من عدة أشخاص وزارة الاقتصاد والمالية غير إلا كان شي ضربة تزيدها عليك أما بشي تبرع عليك بمبلغ ديلة 3700 درم ولا في الأحلام طلبوا الله يرزقكم ونوضوا شمروا على كشافكم مواطن مغربي آخر قال أيضا آسيدي ما قلناش لكم فرقوا علينا الفلوس دي للدولة احنا بغينا غير الحقوق دينا راكم كليتونا فارزقنا وقهارتونا ومصيتو الدماء دينا أما واحد السيدة أخرى حتى هي طلع لها الدم وردت عليها تشيب القول غير اللي بغيتي قاعي بطل واش عمركم شفت الحكومة دينا كات عطي ياك حكومة دينا غير كات تاخد ما كينش لاش الحكومة تكدب هاد الخبر هاد الخبر راه هو بنفس ورهم كدب راسه في حين آخر كيقول حكومة لم يسبق لها مثيل في حكومات المغرب السالفة حكومة تغني الغني المسرف وتبخل على الفقير المحتاج فبالله عليكم كيف لعجلة التلمية أن تسير وفق وكيف للطبقات الاجتماعية أن تنعم بالهناء في ظل هذا الارتفاع المهول في جميع المواد والسلع والخدمات والضرب المبرح للقدرة الشرائية للمواطن الغني فما بالك بالمواطن الضعيف آخر ذهب أيضا في نفس الاتجاه وقال ضاحكا أصلا لا أعتقد بأن هناك من سيصدق لأن الفكرة هي ضرب من الخيال والأمر من سابع المستحيلات أصبحنا نطلب فقط توفير مناصب شغل والرحمة من الغلاء الخيالي في المعيشة يعني بالعربية تعربت نحن أقول لنا نقوله ياربي غير نبقى وشادي للخدام دينا ويرحمون من هذا الغلاء ويخلينا نضبروا الرأسنا ما أحوالنا أما معلق آخر فتساءل أيضا قائلا ولماذا سارعت وزارة المالية بنفي هذا الموضوع بسرعة البرق لماذا لا يكون الخبر صحيحا وإعطاء المحتاجين فعلا منحة شهرية لتفادي التسول والحاجة وذلك بعد دراسة دقيقة للمحتاجين الذين لا يتوفرون لا على عمل أو رصيد مالي مهم في البنوك أو ممتلكات مع الضرب وبقوة على كل من يمتهن التسول لأن ظاهر التسول كما يقول أصبحت تخل بصورة البلاد وتشوه سمعتها السياحية صحفي مغربي كتب أيضا نعم بدوري وصلتني تلك الرسالة عبر تطبيق الواتساب وهذه الرسالة تدعو المواطنين إلى الاستفادة من دعم يفوق تلتها لا بدنا لكن كما يقول كنت أعلم بأن الأمر هو مجرد خدع لأن درست الإعلاميات بشكل جيد ومثل هذه الرسائل تكون فقط للتمويه من أجل الضغط يعني الكليك على الرابط الذي يكون في غانب الأمر إما عبارة عن مشاركتك دون علمك في تطبيقه تعود أرباحه إلى المشارك الذي قام بالتسجيل في التطبيق على حساب مشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص فتعود كل تلك الأرباح إلى صاحب التطبيق أو يمكن أن يكون أيضا هذا الرابط ملغم بسيرفر تجسس خاص بهواتف الأندرويد يستقر في السيستام ليتحكم في هاتف الضحية وللإشارة فهناك رسائل مماثلة تحمل قصيمة شراء بها اسم بعض المراكز التجارية المعروفة في البلد فضلا عن انتشار رسائل أخرتهم مصابقات وجوائز الحج مثلا وغيرها وغيرها من الرسائل التي يكون الغرض منها خداء الشخص الذي توصل بتلك الرسالة من أجل دافعه على النقر على رابط لا علاقة له نهائيا بالرسالة بينما يكون هو رابط هاكر أو إشار لتطبيق مخفي فكونوا حذرين هذا وأكدت الوزارة بأن محتوى هذه الرسالة مفبرك تماما ولا أساس له من الصحة تماما ودعت عموم المواطنين والمواطنات إلى توخي الحذر وعدم مشاركة هذه الرسالة مع الآخرين والامتناء يعني الولوجي إلى رابط الموقع المدرج في نصها وزارة الاقتصاد والمالية أشارت أيضا إلى أنها لا تتحمل أي مسؤولية بأي حال من الأحوال عن عواقب استخدام هذا الموقع من طرف المواطنين كما تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء قانوني مناسب تراه ضرورة في شأن هذه النازلة كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة أرجو وكما جرت العادة أن تدعموا هذا المحتوى بالتفاعل لازم مع هذا الفيديو عن طريق اللايك البارداج والتعليق حتاوى باش تعمل فائدة والحاضر يعلن خوه الغيب كما أقول لكم دائما مازحا دنتم في رعاية الله وحفظه وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل ترجمة نانسي قنقر